السلام عليكم في قناة حلويات ام ادام اليوم ان شاء الله مع تكملات سلسلة حلويات اللوز هذا يشبه تقريبا للكعك المنقش من قرفص كما تشاهده في الصور فالطريقة جيدة سهلة لكم معي هنا يا أخواتي لدي العجين الكعب تقريبا لكم مع العقدة اللوز هذه هي نفس التعمير التي قمت بها في الكعك المنقش وفي الكعب الغزل نفسها تصيبوا الرابط في صندوق الوصل سواء العجينة ولا العقدة اللوز لن نتركها لكم حتى أسفل الفيديو هنا تشاهدوا نفس الحراب التي قمت بها في الكعك المنقش في نفس المقياس وفي نفس المقياس هذه هي سهلة وفي نفس المقياس لا تأخذ الوقت لكعك المنقش لكعك المنقش لكعك المنقش سهلة وفي نفس الوقت منظرها جيدة سوف تقوم بحقه معنى كما ترى سوف تقوم بحقها وفي نفس المقياس سوف تقوم بحقه هذا المنظر يأتي سهل جدا وفي نفس الوقت يأتي منظر مغاير فهنا نقوم بحرول العجينة ونقطعها لحد العقدة نجعل الجهة الفقنية كتباً باللوس فقط موظف الصورة بحرول حتى نقوم بعمل دائرة ونجعل بعض الجهة الفقنية ونقوم بحرول هذا الوقت ونقوم بحرول العجينة ونقوم بحرول العقدة . المزيد منتجة ، و هذه هي إلغطة تقرفيصة . احتجاج لكم على ما نظيف ستة تقرفيصات . لا اخترار لكم , أتخشئ لكم وضع لكم أكثر كما تشاهدون هذه هي ضرورة أخوات تجعل ذلك الزائد من الجهتين لكي ندخلها في هذه لكي تتبتنا ذلك الشدة لكي لا تفتح شيء لا تجعل ذلك العجينة قليلا نقلبها و نزيد العجينة جيدا ثم في الملتقى نقلبها تقرفيصة لكي لا تفتح كما تشاهدون وهذا ما نقول لكم لا تريد أن تحكموا فيهم أكثر أو أقل لكي نقلب 6 تقرفيصات هذا هذا هنا هنا لدي أبيض البيض وهنا لدي اللوز مهرمش نفس اللوز اللي استعملت في الحلوة اللوز اللي معمره في المربى القرع فهو نفسه كان شطله و استعملته ما تقدره يعني تتحمره اللوز و تهرمشه و تتعدله ما لا تتحمره بالزوح حيث بقى ماشي طيب معنا يزيد يتحمر شوية سوف يدهله لوجه الكعك بابيض البيض و نفلنده الوجه في ذلك اللوز كما أنكم استعملوا اللوز إفلي حتى يأتي مزيون بمهم لكم الاختيار أنا هذا اللوز كان شطله و استعملته هذا كما تشاهده معي هو كيف يأتي عندما يستعمل و كان نتحمره كما نتحمره وكانت تنمنى من أجل الحيث عندما تقبووا الكعكة تنفره و نحن افضل حيث كيف يتم ربط و كيف يتم ربط و لا يصبح سوف نستمر على هذه الشكل أخواتي الطريقة جد سهلة و لا يأخذ الوقت تماما يعني ضغيه يطلع معه كبير تبارك الله يعني لا يدعيش اليد بزف سوف نستمر على هذه الشكلة سوف نكمل كمية كاملة اللي عندي نستمر على هذه الشكلة اشتركوا في القناة نستمر على حضره كمية كاملة نستمر على حضره كمية كاملة سوف نستمر على حضره فلسره كيف العادة سوف يكون الشكل نهائي من بعد ما طاوه لما نحمره كما أسبق لكم في فيديوهات السابقة حلوات اللوز كاملة سوف تقسح سوف تكون طيبة سوف نحمره من تحت فقط سوف يأتي تمنى إن شاء الله يكون أعجبكم في فيديو و لا تنسوا إذا أعجبكم تخليوا لي واحد لايك صغيرة وتبرتجوا مع الأصحاب والأصدقاء ونطلقوا إن شاء الله في فيديو أخر مع وصفة أخرى ومع السلامة